اهلا بكم الى موجز اخباري الان اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي دكتور انور جيرجاش ان قطر سربت المطالب الخالجية وهذا يعبر عن عمق الازمة قائلا ان تسريب المطالب يسعى لافشال الوساطة في مراهقة قطرية معتادة على حد وصفه تقدمت قوات سوريا الديمقراطية بضعة مئات من الامتار داخل البلدة القديمة في مدينة الرقة وافادت وقالة هوار ان تلك القوات احكمت سيطرتها على مساحات واسعة من حي حطين وشارع الفردوس الاستراتيجي قرب وسط المدينة ذلك فضلا عن اراضي تقع في الضفة الغربية لنهر الفرات قال الناطق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في اوروبا ابراهيم ابراهيم ان هناك تقدم ملحوظ لقوات سوريا الديمقراطية بجميع محاور القتال في مدينة الرقة وان داعش في حالة من الانهيار واكد ابراهيم ان عناصر داعش اجتمعوا في المربع الامني وسط المدينة يعني المعركة الان جارية وهناك تقدم ملحوظ لقوات سوريا الديمقراطية في جميع محاور القتال يعني المعلومات تؤكد ان داعش في حالة يرثى لها نتيجة مقاومة الشعب السوري هناك 40% من مساحة الرقة محررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية المعلومات تؤكد ان التنظيم الارهابي داعش عناصره اجتمعوا تقريبا في ما يسمى بالمربع الامنيين في مركز المدينة القضاء على هذا التنظيم هو بداية القضاء على الارهاب العالمي اعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق راء الجودت عن توغل قوات الشرطة 150 مترا في المحور الجنوبي بالمدينة القديمة غرب الموصل وقال جودت ان وحدات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحقيق التماس مع قوات الجيش المتوغلة من الغرب باتجاه عمق المدينة القديمة بهدف فتح ممرات للمدنيين للفرار من اخر موطئ قدم لداعش قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش انه ليس لديه اي دليل ملموس على ان زعيم داعش ابو بكر البغدادي حي او ميت قال مسؤولنا فاكستانيون ان انفجارات قتلت ما يقرب من 30 شخصا في فاكستان يوم الجمعة اذ قتل انتحاري يقود سيارة مفخخة 13 شخصا على الاقل في مدينة كويت جنوب غربي البلاد بينما قتل تفجيراني 15 شخصا على الاقل في مدينة بارتشنار شمال غربي البلاد الى اللقاء اشتركوا في القناة